كما أكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات التي تسهم في استعادة الوجهة الحضرية للقاهرة التاريخية والتراثية وإتاحة الفرصة لتلك المواقع في جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة لها للتعرف عن قرب على تاريخ هذه المواقع التي سجلت مشاهدة لحضرات متعاقبة جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء افتتح خلالها عددا من المواقع الأثرية والتراثية والتي شهدت الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة كما أكد مدولي أهمية العمل على إبراز الملامح والصورة الطبيعية للمنطقة المحيطة بالصور وإقامة عدد من الحضائق والخدمات بما يخدم السائح الوافدة لتلك المنطقة ويعكس المظهر الجمالي للأثر مع الحد من إقامة أي مباني قد تضر بشكل طبيعي الأثري للمنطقة وعقب ذلك توجه مدولي إلى حصن بابليون حيث قام بافتتاحه بعد إعادة ترميمه